أنت في قلب ساحة التحرير مركز التظاهرات العراقية ما الموقف من تسمية أو التسريبات حول إعلان السيد محمد السوداني ترشيحه لرئاسة الوزراء؟ تحية لك أستاذ علي ولمشاهدين الكرام جميعا طبعا الموقف من ترشيح محمد الشياء السوداني هو واضح ساحات الاحتجاج قالت كلمتها أن الكتل السياسي يجب أن تفرق بين المستقل والمستقيل لا يعني أن استقالة السوداني من الكتل التي ينتمي لها سيتم قبوله في ساحات الاحتجاج هذا أولا ثانيا المحتجون في الساحة حددوا مواصفات رئيس الوزراء المقبل عبر عدة نقاط منها أنه لم يكن يشغل منصبا سواء كان برلمانيا أو وزيرا وهو أضافة إلى ذلك لم يكن منتميا إلى أي كتلة سياسية بالأضافة إلى أنه لا مواصفات أخرى هذه المواصفات كلها لا تنطبق على شخص السوداني نعم انطلاقا من هنا أسألك استاذ أحمد يعني من أو كيف يمكن منح الحق الدستوري إن شئت السياسي حتى للمتظاهرين في تسمية رئيس الوزراء يعني بصراحة المتظاهرون لم يتفقوا على شخص معين وبرأي الشخصي أن طرح اسم من قبل ساحات الاحتجاج هو فخ حقيقي للفخ بمعنى أنه أن آليات النظام السياسي في العراق ليست محرضة على النجاح دائما هو نظام بني على الفساد وفيه الكثير من العراقي للتقدم والمضيب في بناء دولة حقيقية طرح اسم رئيس الوزراء ليس من مسؤولية المحتجين أو المحتصمين كلام جميل ساحات الاحتجاج تطرح مواصفات معينة والكتلة السياسية عليها تنفيذها هذه المواصفات لرئيس حكومة مؤقت يكمل القوانين يعني أشكرك أستاذ أحمد حقيقة أشكرك انطلاقا من هذا هل تتوقع أن أي رئيس وزراء سوى سيد السوداني أو غيره سيكون رئيس حكومة مؤقتة؟ هذا يبقى على الكتلة السياسية والبرلمان المحتجون قالوا كلمتهم نريد حكومة نريد قانون انتخابات وقانون مفوضية وقانون أحساب ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة وبعدها يعني هذه المواصفات كلها لا بد أن تكون برئيس وزراء مؤقت المشكلة أن الكتلة السياسية أرادت أن تشغل الناس أو تشغل ساحات الاحتجاج بمن سيكون رئيس الوزراء؟ هذا ليس مهما لابد أن يكون ما هي مهامه وماذا سيفعل نحن مشغلتنا نشوف رئيس الوزراء فلان أو فلان أو فلان شغلتنا شقد مدته راح يكون إصلاحي راح يكون لمدة ثلاث سنوات يعني بالحقيقة ليست مشكلة ساحات الاحتجاج الحكومة وحدها ساحات الاحتجاج أكثر وعيا من هذا هي تريد قوانين قوانين للمستقبل قوانين تخترق الكتلة السياسية المهيمة على المشهد منذ 16 عاما ومنها قانون الانتخابات منصف وعادل إذن في حال وصول رئيس وزراء وثم تحديث أن ما يدور اليوم من بين قوسين إصلاحات في شأن مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات جديد يقال أن كل ما حصل هو تدوير للقوانين السابقة في حال كهذا ماذا أنتم فعلون في ساحات التظاهر أولا نحن باقون في الساحات إلى أن تنفذ القوانين جميعها والقوانين التي ترضي ساحة التحرير هناك هذا طبعا مسؤولية الكتلة السياسية الناس في الشارع وإن حصل هذا برأيي الشخصي أن طرح رئيس وزراء غير مستقل ولا تنطبق عليه المواصفات التي طرحتها ساحات الاحتجاج وإن طرح قانون لا يلائم ما أرادته ساحات الاحتجاج فهذا سيكون الانسداد الحقيقي وفي حال استمرار هذا الانسداد تستطيع أن تتحمل نتائج هذا الانسداد هذا السؤال هم يجيبون عليه يعني حيال هذا الانسداد فقط ستكون الخطوة المتوقعة من قبل المتظاهرين هو مواصلة الاحتجاج السلمي مواصلة الاحتجاج يعني أنت كبرلمان أنت ليس محبوبا من قبل الشعب وليس محبوبا في ساحات الاحتجاج أنت هذه مسؤوليتك الآن تقدم خطوة نحو المتظاهرين وسوي القوانين حسب ما يريدوها طبعا أنا أعتقد أنه يعني هناك بعض الكتل السياسية يعني لا زالت تتعامل مع المشهد السياسي كأنه مشهد ما قبل تشرين الأول أكتوبر لا بد أن تعي هذه الكتل السياسية أن عراق ما بعد تشرين ليس عراق ما قبله هناك جيل وطني واعي يفهم قواعد اللعبة السياسية يفهم ما يجري داخل الأروقة السياسية في العراق وأبرز دليل على وعيه أنه جاء على القوانين التي تشتبك مع جذور المشكلة العراقية قانون الانتخابات قانون المفوضية قانون الأحزاب أضاف إلى ذلك الحكومة التي قتلته أزالها بإرادته أقالها هو يستطيع أن يفعل ما يريد انطلاقا مما ذهبت إليه وهذا الوعي الذي تسميه عند المتظاهرين وهو ما أكدته على الأقل الشهرين أو أكثر الماضية في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم كيف يمكن لكم أن تقنعوا النخب السياسية المتسيدة للساحة بين قوسين تحفر قبرها بيديها وذلك أن القوانين الحقيقية لجهة المفوضية الانتخابات الانتخابات وقانون الأحزاب لا يمكن أن تأتي بقوانين تبدو متوافقة مع ما تذهبون إليه لأنها بذلك فعلياً تحفر قبرها بيديها يعني في السادة علي بالنتيجة أنا أعتقد أن الكتل السياسية الآن كلها خائفة والدليل أن هذا الخوف جعل حتى أصحاب السلاح يلجأون إلى الكواتم ويلجأون إلى الاختطاف واحتقال النشطاء نعم فهذا يعني أن هناك رعب من الاحتجاج السلمي من المحتج الذي يرفع العلم العراقي والمطالب المشروعة أنا أعتقد أن هذا الخوف أن لم يؤدي إلى يعني تنفيذ القوانين التي يريدها المحتج فأعتقد أن هذه الكتل السياسية هي من دون هذه القوانين أو بها يعني من دون هذه القوانين هي أيضاً تحفر قبرها بأيديها هي لا تدرك معنى أن يكون الانسداد سياسياً واجتماعياً في العراق وقد رأيناه في الحقب التاريخية السابقة هل تتوقع أستاذ أحمد أن القوى السياسية اليوم باتت في مرحلة عدم التوازن فلا هي تعرف طبيعة الأزمة التي تمر بها البلاد ولا هي قادرة على الحل أيضاً يعني هي منذ البداية أستاذ علي من شهر تشرين الأول النظام السياسي في العراق تعامل مع الأزمة خرجه والقناص على يمينه وخطاب التخوين على يساره وإلى الآن يعني هذا الخطاب لا يزال سائداً التعامل مع المطالب المشروعة للشباب بضرب الرصاص الحي ومؤسسات الإعلام التي يمتلكها وإضافة إلى المنصات التي يمتلكها كلها تقول كانت هناك مؤامرة عبد المهدي أيضاً رئيس حكومة القناصين التي قيلت قال هذا صراع بين الدولة واللا دولة يعني أن تتصور رئيس وزراء يصف مواطنين يطالبون بأبسط حقوقهم بأنهم لا دولة وهذا شرعاً للقتل يعني في البداية فالقصد أن هذا النظام لم يعرف التعامل مع الأزمة منذ البداية وإلا الكتل السياسية بما فيها المتواجدة في البرلمان بما فيها القوة السياسية المسيطرة على النظام من بعيد أو من الأعلى هي تقريباً كلها متواطئة مع ما حدثه من متزرة حصلت منذ واحد تشرين وإلى الآن لأن من المفترض أن بداية الأزمة في واحد تشرين الأول من المفترض أن تستدعي قيام القيامة باعتبار أن هناك شباب سقطوا من دون ذنب ورفع القناص عليهم فهي لم تعرف التعامل مع الأزمة منذ البداية